محمود هيشرح لكم دلوقت ازاي تستخدموا فيو ثري وان ببلاش دوسوا لايك بقى دوسوا لايك واشتركوا في القناة وكتبوا تعليق حلو ويلا بينا نبدأ الفيديو فيو سري دوت وان بقى متاح دلوقتي على الموقع الرسمي لجوجل في فلو او جوجل لابس فلو لو دخلت على جوجل فلو من البحث هتكتف في بحث جوجل فلو هيزهر لك جوجل لابس فلو اضغط عليها حوالك على الصفحة دي لو انت اول مرة تسجل حساب جيميل في فلو فالموقع هتديك ميك كريدي تقدر تستخدمهم بشكل مجاني تعال اقول لك ازاي هنضغط هنا على وهتجي هنا تضغط على ساين ان وز جوجل هتسجل حساب دخول بحساب الجيميل الخاص بك اكيد عندك حساب جيميل او ممكن تعمل حساب جيميل جديد لو ضغطت على الحساب بتاعك هتلاحز هنا هيديك مت كريدي تقدر تستخدمهم بشكل مجاني في عمل حوالي خمس فيديوهات فيو سري وان فهنجي هنا نضغط على مشروع جديد هيحولنا هنا على الصفحة دي وانا هتلاحز فيه هنا تحت مستطيل موجود فيه فيو سري دوت وان ممكن هنا يقول لك ان في بعض المشاكل زي ان هو ممكن ميعملش صوت لان الموديل اس جديد وفي بعض المشاكل وممكن يعمل معاك صوت لو ضغط هنا على المربع الصغير دا هيجي هنا اقول لك الموديلز المتاحة هنا في الفást دا بيكون سريع وبيستهلك معاك عشرين كريديت انما بيكون الكواليتي بتاعته اعلى بس بيستهلك معاك الميت كريديت اللي احنا هناخدهم دول لو هنستخدم هيعمل معينا في فيديو واحد بس لكن الفاست هو هو بس بيعمل جودة اقل حاجة بسيطة وهنا نقدر نتحكم في عدد النتائج المطلوبة من واحد لاربعة وهنا نقدر نتحكم في الابعاد بتاعتنا سواء افقية او رأسية وكمان لو احنا عايزين ان احنا نضيف صورة ونعدل عليها فاحنا نقدر نضغط على تحويل النص الى فيديو هيزهر لك هنا تحويل الاطارات الى فيديو وده من خلالها هنقدر نحول الصورة الى فيديو هنبدأ دلوقتي نجرب مع بعض اول حاجة وهي تحويل النص الى فيديو وهنجي هنا في المستطيل الصغير ده وهنكتب برومت نحوله لفيديو وضفت هنا برومت معمول باسلوب جيسون والبرومت ده معمول للفيديوهات اللي فيك اللي احنا بنشوفها زي مسلا ان اسد ده خلبيت بالليل والكاميرا بتصور والقطة حجمته وده هنشوف هل هيقدر يعمل لها الفيديو ده بشكل احترافي ولا لا? بعد ما نضبط كل الاعدادات ونختار هنا اللي بعد بتاعتنا اللي هتكون افقية وهنجي هنا نضيف التفاصيل برومت هنضغط على العلامة دي ودي معناها او ارسال البيانات عشان يبدأ هنا بانشاء الفيديو بالشكل ده اعمل لها هنا الفيديو بصراحة هعمله بسرعة ما غابش بس النتيجة الفيديو انتو اللي هتحكموا عليها وانا هزهرها معاكو بالشكل صريح. تعال كده نشغل. طيب هو مبدئا كده هو الفيديو اتعامل بالمنظور اللي احنا عايزينه تمام ودينا زال فل بس فيه كمية اخطاء في الفيديو رهيبة جدا. انا مش هعرف الاخطاء دي من اللي هيسيب عليها انا معرفش. بس انا هقول لكم الاخطاء. اول خطأ دخول الاسد مرة واحدة كده مش مشكلة يعني تحس ان هو مش مشكلة دخل اه اوكي. تعال باشوف القطة طلعت من جوة ازاي? اختركت الحديد يعني. ده شي مش منطقة خالص. تمام? كمل كمل كمل. القطة ها? والكلب اهو. ماشي? شوف بقى ايه اللي هيحصل بقى. حصل حاجة غريبة جدا دلوقت. الكلب فجأة تحول لقطة والقطة هتحولت لكلب. انا مش فاهم ازاي يعني. اوكي. هو كل تمام بس اللقطة دي بصراحة مش تمام خالص. اوكي. طيب تعال بقى نجرب ان احنا نجرب الطريقة التانية وان احنا نحول الصورة لفيديو. عشان نحول الصورة لفيديو هنيجي هنا الاول نضغط على السهم ده ونختار تحويل الاطارات الى فيديو. وبعد كده هنيجي هنا هنضيف اه من من علامة الزائد دي هنضيف الصورة اللي احنا عايزينا. هندغط على علامة الزائد دي. وبعد كده نضغط على تحميل. هختار الصورة اللي انا عايز اعدل عليها وهضغط على هتنضاف عندي الصورة بالشكل ده. هنعمل الصورة بنفس النمط ده بعد كده نزبط كل حاجة نضغط على اكتصاص الصورة وحفظها طبعا لو انت عاويس تغير التنسيق لو ضغطت على تنسيق افكي واختارت رأسي هتقدر ان انت تختار من الصورة زي ما انت عايز بس طبعا عشان الصورة كده زي ما هي هنخليها تنسيق افكي ونضغط على اكتصاص الصورة وحفظها فهتم اضافتها للموقع بالشكل ده بعد ما ضيفت الصورة هاجي هنا هضيف البرومت ده هيكون عبارة عن بسيط جدا المشهد يكون عبارة عن ان وقف غطبان وفجأة هيخبط برجله في الارض وواعد كده يتحول انطباعه لابتسامة ويقول النص ده يا طرح هيقدر يعمل دا ولا لا ده اللي هنشوفه مجرد ما نضغط على ارسال هيبدأ يعملنا الفيديو بالشكل ده تعالا بقى نشوف الفيديو بالصراحة هو الفيديو حلو اول يعني نفس التخيل ان انا تخيلته هنا زي ما احنا شايفين هنا وبيغبط في الارض وفجأة بيتحول لابتسامة باللصة اللي احنا عاملينه الجميل ده ولكن اتكلم انجليز ربما لان دايما بتقابلنا مشكلة في الموضوع النطق باللغة العربية فانا مش هجرب البرومت ده وهجرب عادي خالص مش جيسن هجرب البرومت عادي خالص نشوف هل هيقدر اتكلم عربي ولا لا ضيفتوا الصورة تاني وهجي هنا هضيف برومت عادي خالص هضيفه هنا بالشكل ده البرومت هنا عادي جدا مفهولش بقى اي تفاصيل اكتر ان هو شوية كلام انجليزي وبعد كده بيتكلم بالعربية واقول نفس الكلام اللي انا عايشه ونضغط على ان شاء الله النهاردة المرة دي يزبطها تعالا نشوف الفيديو هايشرح لكم دلوقتي ازاي تستخدمه دوسوا لايك بقى هو تمام وكل حاجة بس طبعا كان مفروض يبدأ الاول ان هو هيقبض في الارض وبعد كده يتكلم بس هنا طبعا ما تنفسه بشكل كويس اعتقد ان لو كان تنفذ البرومت ده بالشكل الصحيح ونطق اعتقد ان هو كان هيكون احسن بكتير هعمل حول ان انا اعدل عليه واشوف ازا كان هيطلع معي بشكل كويس ولكن ان اعتقد بصراحة حلوة جدا خصوصا ان انا يضعف له الصورة شكلها حلوة وخبط في الارض بشكل كويس عملت تعديل بسيط على البرومت عشان كده الفيديو زبط معي ده باسلوب بس هنا هتلاحز ان هو جاي في النقطة بتاعت الديالوج كتب هنا ايه كتب الديالوج الانجوج ارابيك ايجيبشن ارابيك وبعد كده كتب تيكست وبعد كده النص دي كلها لعبكة انا شلت دي وعدلتها وخليتها ايه بقى بعد البيجي سمايل قلت and he says in Egyptian Arabic وبعد كده فتحت علامة التنصيص وكتبت الكلام بالعربي فهنا بقى الموضوع واضح اكتر فبالتالي طلع الفيديو زي ما احنا شفناه دلوقت ودي الطريقة اللي احنا ممكن نكتب بيها البرومت بشكل اكثر دقة بحيس يطلع معنا الفيديو ويقدر يتكلم اللغة اللي احنا عادي وكده بقى انا وصلت معاكم لهذا الفيديو النهاردة فيديو بسيط عرفتك ازاي تستخدم بشكل مجاني بس طبعا زي ما شفناه ان هو بديك محدود بيتجدد كل شهر اتمنى تكون استفدت من الفيديو لو عجبك الفيديو ياريت دوس لايك وتسيب برايك في تعليق لو انت مش فتاك في القناة اشتاك دلوقتي وفعز الجرس عشان يوصلك شعار بكل فيديوهات الجديدة اشتركوا في القناة واكتبوا تعليق حلو ويلا بينا نبدأ الفيديو اشتركوا في القناة